اشتركوا في القناة الحدود بين قطاع غزة والاراضي المحتلة نال حيزا من الكلمات التي ألقيت في هذه الوقفات من جهتها طالبت نقابة الصحفيين التونسيين بالقصاص من قتلة الصحفي الشهيد ياسر مرتجاء وبمحاسبة الاحتلال على جرائمه وتقديم قادته الذين أصدروا وامر القتل إلى المحاكم الدولية وتوزعت الوقفات التي نظمت بالمناسبة على مدن عديدة منها تونس العاصمة التي احتضنت أهم هذه الوقفات فيما كانت أبرز الفعاليات المنظمة في بقية المدن وقفة نظمت في مدينة تاجورين شمالي غرب تونس بمشاركة شخصيات رسمية وشعبية تونسية وفلسطينية وبحضور لافت لعالمي البلدين وأكد المشاركون في الفعاليات أن الفلسطينيين الذين يواجهون هذه الأيام الاحتلال الإسرائيلية في إطار مسيرات العودة ليسوا وحدهم مرددين الهتافات الداعمة والمؤيدة والداعية لنصرة الشعب الفلسطيني في حقه المشروع في مقاومة الاحتلال وصاحب الهتافات حديث عن عنق العلاقة التي تجمع بين تونس وفلسطين وعن عدالة القضية الفلسطينية وتضامن تونس الكامل معها كما جاء على لسان محمد ذيبي رئيس إحذاء بلديات تونس وتتعرض مسيرات العودة في قطاع غزة المتواصلة منذ أسابع للقمع الإسرائيلي عبر إلقاء قنابل الغاز المسيل للدموع من الجو على الحشود الفلسطينية فضلا عن إطلاق الرصاص الحي على بعض الشبان الفلسطينيين وهو ما أدى إلى إصابة نحو ألفين شخص واستشهاد العشرات من بينهم الصحفي ياسر مرتجا الذي استشهد أثناء أدائه لمهامه الصحفية